السلام عليكم ورحمة الله رب تكونوا دايما بخير قناة بسيط اندرويد بتقدم لكم في الفيديو ده طريقة عمل فرمات او اعادة ضبط المصنع للهاتف ريلمي سي تو موديل رمكس 1941 اصدار لاندرويد 9 قبل ما نتكلم في موضوع الفيديو ياريت لو تبص بصة على وصف الفيديو ممكن تلاقي تحديثات او فيديوهات جديدة خاصة بالجهاز لان كل يوم فيه جديد ندخل على طريقة الضبط من الريكوفري ومش بنستخدمها الا في حالة عدم معرفتك لنمط او كلمة مرور الجهاز لو عارف النمط او كلمة السر بننصحك تعمل اعادة ضبط المصنع من الاعدادات وهتلاقي فيديو للطريقة في وصف الفيديو للأسف اعادة ضبط المصنع من الريكوفري هتحزف كل بياناتك الشخصية زي السور والفيديو وغيرهم في البداية بنعمل الجهاز اقاف تشغيل عن طريقة ضغط على زر الباور ضغطة مطولة واختيار اقاف التشغيل بعد اقاف تشغيل الجهاز اضغط على زر الباور مع زر خفض الصوت لاثنين مع بعض ضغطة مطولة بمجرد ظهور شعار رلمي ارفع ايدك من على زر الباور واستمر بالضغط على زر خفض الصوت بمجرد مطلح الزهور كلمة ريكوفر مود اسفل يسار الشاشة اترك زر خفض الصوت الجهاز هيدخلنا على الصفحة دي اضغط على اللغة الانجليزية اضغط على ويب داتا اكتب الكود اللي موجود قدامك في المنطقة دي اضغط على فورمات داتا اوكي الجهاز هيعمل اعادة ضبط استنى لحظات بعد الانتهاء من اعادة الضبط اضغط على اوكي الجهاز هيعمل اعادة تشغيل بدون اي تدخل منه وفي الغالب هيفضل وايف على شعار رلمي لمدة خمس دقائق تقريبا اشتركوا في القناة بعد عادة تشغيل الجهاز اختر اللغة اضغط على التالي اختر المنطقة او الدولة واضغط على استمرار استمرار تجاوز استمرار قبول تجاوز تجاوز استمرار تعيين كهاتف رلمي جديد البدء تم عمل فورمات او اعادة ضبط المصنع للجهاز بنجاح يارب الفيديو يكون عجبك وكون قدرت اقدم حاجة مفيدة اتمنى لك دوام الصحة والعافية نعم اشتركوا في القناة تجاوز اشتركوا في القناة